تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله على ما تفضل به سموه خلال جلسة مجلس الوزراء من إشادة وثنى بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم المساعدات والإغافة الإنسانية العاجلة وتنسيقها المستمر مع الأشقاء من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق مثمنا ما أبداه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إشادة بالحملة الوطنية يوم التضامن مع أهلنا في غزة نحن معكم والتي تمكنت من جمع ما يزيد عن 20 مليون دولار والتي قدم خلالها أبناء البحرين الصورة الجميلة في نصرة أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني وكان لسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء اليد البيضاء في المساهمة في هذه الحملة بتبرع سموه السخي لصالح الحملة الأمر غير المستقرب على سموه حفظه الله مؤكدا بأن الدعم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية من قبل الحكومة المقرة بقيادة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان له الأثر الكبير في إنجاح عمل المؤسسة مشيدا بحرص سموه على متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب الفلسطيني جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها والتي تعكس موقف مملكة البحرين الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشغيق وحقوقه المشروعة في قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأكد سموه أن هذا الثناء واللفتة الكريمة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله تعد تكريما لجميع المساهمين والعاملين في دعم الجهود الوطنية لمنصارة الأشقاء في غزة وحفزا كبيرا لموصلة العطاء وبذل الجهد والعمل على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر